السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازايكم عاملين ايه? فيديو جديد من فيديوهات الفانيكس. تأسيس القراءة بالانجليزية. اه النهاردة هناخد شوية كلمات. بس كل كلمة من الكلمات دي لها نطق. يعني احنا دلوقتي هنتعلم ننطق ال اي اي في نص الكلام هتبقى عاملة ازاي? وهنتعلم ننطق ال او دابليو. هننطقها في الكلام عامل ازاي? وهكزا. دي كده الحلقة العشرة من فيديوهات التأسيس. يلا احنا هنبدأ وقبل ما نبدأ ما تنسوش ال لايك والشير والاشتراك وفعلوا جرد الكل. يلا بديني. دلوقتي يعني ازاي هنشتهجة الحرفين دول في الكلمات. اول حاجة. مبدئين كده لما نلاقي الاي والاي في نص الكلمة. اعتبروا الاي مش موجودة. وهنكسر الحرف اللي قابليها شوية. اكنه كسرة. زي في العربي كده كسرة. بس مش هيبقى ايه حرف مد لأ. كسرة. كده خفيفة شوية. اس. ن. لا. سنال. اس. ن. لا. الايه? ما نطقنهاش. احنا كسرنا ال ان على طول سنال. سنال. حلزون. حيوان الحلزون. اللي بيبقى جوه قوقع عمي زي الدودة ده ويه قرنين كده وجوه قوقع. اكيد كلنا عارفينيه. طيب. مطر. ري. نا. رين. رين. مفيش الاي. يبقى الاي والاي في نص الكلام احنا هنكسر الحرف اللي قابلي الايه. لكن اللي مش موجود. رين. مطر. هنا. تيل. 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 ديل. الحيوانات. هنا. د. ري. ن. د. ري. ن. د. ري. ن. درين. درين. البلاعة. سنال. رين. تيل. درين. طيب. الفونيكس اللي بعد كده. لما نلاقي اي والاي. هننطقها ازاي. مبدئيا الاي والاي احنا بناخد الاي بس والاي هتبقى سايلانت. ازاي. ده. ايت. ايت. ما اخدناش دي. يأكل. ري. د. ريد. ريد. ما اخدناش ده يقرأ او اقرأ. تي. شاي. تي. ما اخدناش الايه. يبقى الاي والاي في النص الكلام. بناخد الاي والاي في النص بناخد الاي بس وبنكسر الحرف اللي قابلي الاي الاي والاي بناخد الاي بس ما بننطقش الاي. تعالوا نكمل. سي سي بحر ماخدنش الايه ميل 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 واجبة اللي هي واجبة الفتوار واللغة ده العشف ميل سي ل سل سل اللي هو عجل البحر احنا بنقول عليه كلب البحر يعني هنا بي تش بي تش ماخدنش دي تش 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 نفس النطق اللي اختلاف ان دي دي خفيفة ودي بي تقيلة تش 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 ت مال، سل، بيتش، بيتش، سيت الفونيكس نون بورسفيل بعد كده هناخد ايه اي جي اتش او الجي اتش عموما لما تكون ثنص الكلمة وقبليها اي لا تنطق لا تنطق حلو كده؟ تعالوا نقربة لا يت لا يت لايت والجي والاتش لا ضوب او حاجة خفيفة لايت را يت را يت الجي والاتش لا رايت رايت بمعنى صح او بمعنى يمين هاي هاي والجي والاتش لا حاجة عالية او مرتفعة نا نا يت نا نايت نايت ليلة او ضلمة او ليل فا يت فا يت فا يت فا يت والجي والاتش لا فا يت حرب او قتال او قاتل او قاون حرب زي وورم كده تعالوا نقرأ الجي والاتش في نص الكلام اذا سبقها حرف الاي لا تنطق لايت رايت رايت هاي نايت فايت او قرأ معكم الاول سنل ري نا رين ت ل تيل د ري نا درين ات رد ت ت سي مل سل پیچ پیچ ست لائت رائت هاي نايت فائت اتنه فونكس نومبر فور الاو والدابيو بتيجي في اخر الكلمات واحنا ما بنبقاش عارفين نقرأ يعني نقرأ الاو والدابيو نقول يعني الدابيو والساوند بتاعها ولا ما نقرهوش ولا نعمل ايه بالزبط اول ما نلاقي الاو والدابيو في اخر الكلمة احنا هنقرأ ساوند واحد بس اللي هو الاو بمعنى اس نا ما قرناش الدابيو ما قرناش الدابيو ما قرناش دم الحرف اللي قبل الاو اس لو سلاو بطيب سلاو رو دي لأ رو صف شا شا الساوند بتاع الاس والاتش شا فتحنا عشان في ايه شا دو شادو شادو الدابيو لأ شادو زل لو لو حاشي قولي لو لأ لو الدابيو لأ حاجة منخفضة الاو والدابيو لما بتبقى في اخر الكلمات بننطقها ساوند واحد اللي هو ضم الاو والدابيو لكنها مش موجودة هنضم ايه هنضم الحرف اللي قبل الاو اس نو اس نو وين دو وين دو شبدي اس لو بطيب رو رو صف شا دو شادو زل لو لو منخفض حاجة منخفضة نورة ثانية نورة ثانية اس نا ل سناول بري نا رين تا ل تا شفتو انا ما بقراش الايه خالص مش موجودة دا رين دا رين درين درين بنكسر الحرف اللي قبل الايه كسرة خفيفة درين بلع الايه والايه ايت برضو الايه مش هننطقها هنركز على نطق الايه ايت راد تي سي بحر مال مال هنا ما قلناش الايه خالص وكسرنا الام كسرة خفيفة مال واجبة سال سال عجل البحر بيتش بي ش ونطقنا السعوند بتاع السي والايتش اللي هي تش 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 في ته في الاول كده بسيطة بيتش شاطئ هنا بيتش خوخ الفرق بينهم بيتش شاطئ بخفيفة بيتش خوخ بي تقيلة سيت سيت مقعد سيت الجي والايتش في نص الكلمات اذا سبقها حرف الاي لا تنطق لايت لايت ضوء او خفيف رايت 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 الهو صح او ايمين هاي عالي او مرتفع نايت 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 ليلة او ظلمة او ليل فايت 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 قاتل او قاوم حرب لايت رايت الو و الو في اخر الكلمات بتنطق ضمة ساوند واحد اللي هو الساوند بتاع الو في نص الكلمات بنضم و انا قلتها لكم في اول فيديوهات التأسيس خالص لكن الو مش موجودة اس نو اس نو اس نو اس نو اس نو تلج وين دو وين دو وين دو وين دو شبك اس لو بطيب رو رو صف انا قريت الو ما جبتش الساوند بتاع الو خالص هي تبكتب او بس ما تتنطقش احنا دلوقتي احنا بنعمل بالراحة جدا ان احنا بنشتهجة بالراحة جدا وبعد كده لما بقى نحترف القراءة خالص انا عايزكم تختفوا الكلمة يعني ما نقولش بقى الكلمة لسه بنشتهجها لا نحترف بقى ونختف الكلمة مرة واحدة لا لا منخفض طيب ايه ده دي كده شوية افعال افعال يعني افعال بنستخدمها في الجمل انا بديها لكم ليه لان من سنة قولة كدائي لحد ستة وقولة عدادي واعدادية كلها وحتى سنوي لازم يبقى عندنا كلمة افعال رهيبة متعامل بها من خلال اليوم ولما تجي لنا في جملة نعرف ان نترجمها ولما تجي لنا في قطع نعرف ان نترجمها والقطع دي مهمة جدا لشان هنحل عليها اول حاجة اول فعل لذ والا في الاخر احنا متفقين ان الا في اخر الكلمات في معظم كلمات الانجلش ما بتطريش ولو اتقرض بتبقى ده نط اشاز واحنا اتفقنا ان الانجلش فيه نط اشاز بالعبيد لذ يحب لا ي ك لايك لا احنا هنا لي نطقنا ال ال الاي لي نطقنا الاي مع ان ال ال وراها اي هنقول لي لا قلت قبل كده لو كلمة في نصها اي وفي اخرها اي الاي بتطنطر عادي لاي لايك 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 يحب ايه ده هو لايف يحب ولايك يحب اه بس لايف يحب بشدة بيعشق لكن لايك معجب فيهمتو الفرق بين دي و دي بس لايك ممكن يحب او ممكن شبه شبه حد طيب ب ك يخبز بيك والي سايلانت لا ي لايف لايف يعيش والي سايلانت ولو حد نطقها ليف غلط لايف الاي في النص الاي في الاخر لايف عشان انا شفتوا مدرسين قبل كده بيمطقوهم ليف وبيقولوا ده نطق الشاز لا هي لايف طيب ب ر ش براش الحقيقة هنا ان براش بمان فرشة لو اسم الفعل بتاعها ان اي فعل بنستخدم في الفرشة فهو اسمه براش براش ماي تيس بخسل سناني في الفرشة براش ماي هير بسرح شعري بالفرشة تمام استي 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 يقيم او يبقى استي اطهان يبقى في المنزل و و و يمشي ه ه ه ه هلب يساعد فيك بيك 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 ادي بول ال ا وال ال فديت نطق او ده نطق ال ا وال ال في نصف الكلمات تاك يتحدث او حديث تاك تو يتحدث الى تاك ويذ يتحدث مع يعني تاك هي بمعنى حديث او يتحدث لو جي وراها حرف الفجر watch watch you شاهد love like pick life brush stay walk help pick start يبدأ start talk watch تعالوا بقية الافعال visit 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 الاس هنا اتنطقت ز ليه عشان قلتلكم قبل كده ان الاس لو بين حرفين وتحركين هتتنتق ز زي ز الاسم ايه ده حرف ده اسمه ايه الزين مش السين هتتنتق ز visit طيب ask ask اسك يطلب او يسأل play play يلعب لرن ادي الاي والاي ما نطقناش الاي lord يتعلم ك السيجر فاقول الكلام ك climb climb would be silent climb climb تسلق اسم ال smell smell يشم sing sing يغني me k والاسع المك مك يصنع او صنع g grow grow ال o w في الاخر ال w لا تنطق grow grow يكبر او يزرع s sleep 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 نايم ينايم نوم كلها افعال بمعنى واحد نايم او ينايم او نوم sleep visit ask play learn climb climb smell think make grow sleep الفيديو كده خلص الفيديو اللي جاي ان شاء الله فيديو مهم قوي من فيديوهات التأسيس انا هكتب جمل بالعربي وهبقى مش مترجمها وهترجمها قدامكم في الفيديو هعلمكم ازاي مترجم جمل بالانجليزي هنبدأ بالفعل ولا بالفعل هنعمل الانجليزي ايه بالضبط الجمل للترجمة دي مهمتها ايه او لازمتها ايه مهمة في اننا نعرف نترجم القطع اللي بتيجي في المناهج الولاد ما بيعرفوش يترجموها وهنعرف نترجم المنهج وهنعرف احنا بنيرى ايه وبنعمل ايه اه الترجمة مش سؤال اه اساسي في امتحانات ابتدائي خالص ولا عدادي بس انا بحب يعني ابدأ من الولاد مع الولاد من السفر خالص الحقيقة انا ببدأ مع الامهات لان الامهات هي مكاني في البيت فهي اللي هتبدأ مع الولاد ياريت نتابع الفيديو اللي جاي ان شاء الله وهحاول اسهل لكم الترجمة على قد مقدور هي سهلة جدا بس اهم حاجة يبقى عندنا كمية كبيرة من معاني التلمات اسيبكوا في امان الله باي باي